تنتشر تميمة أولمبياد توكيو اللطيفة ميرايتوة في جميع أنحاء المدينة المطيفة لكنها تواجه منافسة في اليابان المعروفة بشغفها للتمائم حيث تروج هذه الشخصيات المحبوبة لكل شيء من السجون إلى الفحوص الطبية في بلاد هالوكيتي وبوكيمون تمنح هذه المخلوقات المحببة وجها ودودا للشركات الخاصة والمؤسسات العامة على حد سواء والأكثر نجاحا بينها تتمتع بشهرة مطلقة يعود تقليد التميمة في الألعاب الأولمبية إلى ميونيخ عام 1972 عندما أصبح الكلب الألماني والدي أول تميمة رسمية للألعاب ومنذ ذلك الوقت ابتكر كل بلد مضيف شخصيته الخاصة التي ترمز إلى القيم الأولمبية وجوانب التراث الثقافي إلا أن هذه المهنة ليست سهلة إذ أن عددا قليلا من التمائم يمكنها أن تجني الكثير من الأموال كما أن الأزياء ثقيلة جدا ومن الصعب أن يرى الشخص من خلالها وأن يتحملها في أشعة الشمس الحارقة في اليابان خلال فصل الصيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر